البنات الصغارة تقوم في العاشرة والحادية عاشرة متى يلزمني أن أحجب البنات دون غيطة الوجه كما ذكرت من المعلوم أن الأحكام التكليفية لا تكون إلا بعد البروغ الإنسان قبل البلوغ لا يكلف ومن ثم لا يقال بأنه يجب عليه كذا أو لا يجب عليه كذا ويسعل ولي أمره لكن تعويد الأولاد منذ الصغر طفئة أولادا كان يعني رجال أبناء كان أو بنات تعويدهم على الالتزام بالأمور الشرعية أمر مطلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وهم في هذا السن لم يكلفوا لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بل وبضربهم في العاشرة على ترك الصلاة من باب تعويدهم فمطلوب من المرأة أن تعود بناتها على الاحتشام لأن الطفل يشب على ما نشئ عليه وينشأ ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه وهذا يعم الإبن والبنت فجميل أن تعنى المرأة بتأديب بناتها وتوجيههم إلى الاحتشام منذ الصغر حتى يكون ذلك خلقا من أخلاقهن وسجية من سجاياهم بارك الله فيكم وحسن إليكم